تنفيذ لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المبادرات المتعلقة بزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني تفضل السمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بإطلاق حزمة تعد الأكبر من حيث المبادرات والبرامج الرامية لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي وتستهدف الحزمة تقديم الدعم لأكثر من 700 بحرينيين في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين عبر خمس مبادرات رئيسية تتمثل في تغطية تكاليف الحصول الأطباء البحرينيين على البورد مع دعم أجور الأطباء العاملين في القطاع الخاص خلال فترة التدريب ودعم التحاق الأطباء البحرينيين في برامج الزمالة الطبية خارج المملكة وذلك للحصول على المؤهلات اللازمة في التخصصات المطلوبة وتقديم الدعم لتخريج دفعة من البحرينيين في باكالوريوس التمريض إضافة إلى دعم الممرضين البحرينيين في الحصول على مؤهلات متخصصة في مجالات التمريض المختلفة وبهذه المناسبة أكد أسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أهمية مواصلة تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصحي في مملكة البحرين وخلق الفرص النوعية أمامهم من خلال التدريب والتطوير المستمر والاستمرار في تبني وتنفيذ الخطط والمبادرات التي تسهم في ضمان استدامة القطاع الصحي وتجويد خدماته باعتباره أحد القطاعات الهامة التي تحظى باهتمام دائم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله لمواصلة دعم وتقدم وتطور المنظومة الصحية جاء ذلك خلال لقاء سموهي اليوم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد من عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء والسيدة مه عبد الحميد مفيز رئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين وعدد من المسؤولين حيث جرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين صندوق العمل والمجلس الأعلى للصحة من خلال إطاق أكبر حزمة من المبادرات والبرامج الرامية لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي والتوقيع على اتفاقية مشتركة بين المجلس الأعلى للصحة وصندوق العمل تمكين لتقديم مبادرات الحزمة التي تستهدف تقديم الدعم لأكثر من 700 بحريني في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين البحرينيين من ناجاته ثمن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة دور صندوق العمل تمكين في مواصلة مسيرة تطوير القطاع الصحي من خلال دعم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية العاملة فيه والاستمرار في دعم المؤسسات الصحية للتوسع والنمو وادرك بما يتماشى مع جهود المجلس في تهيئة البيئة الملائمة وابناء الاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع الصحي لاسيما على صعيد تعزيز كفاءة الخدمات والصدامة الموارد الصحية ترجمة نانسي قنقر